مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي مرحبا بكم في المركز كما نسميه اعط شرائي الشركة من الشركات المهمة مرحبا بكين مخفف لكي تباع رخيص الثامن بتربية الالانيب سوف نعطيكم هالكلورن يمكن استخدامه هو اول حاجة اول معاقم مئة بالمئة يعني ممكن ان بحثة القناة دي 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 يعني الكاج دي ما كيكونوا كي تلقوا فيهم واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن انا نرشوا هاد القرور نخلط شوية معاها شوية دي الماء ماشي من لاب ما يكون يعني كله قرور وانما هكا بها الطريقة الرشوا الجوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الالانيب هكا 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 مشي مشكل هدا من جهة يعني كان نعقموا به الكاش يعني كان نهضروا على الكاش يعني ممكن ان نمسحوا من بعد واحد الشيتة هاد الاسلك يعني الرشوا به ونمسحوا هاد الاسلك هدا واكترية القاعدة يعني تلفوق ماشي مشكي يعني القاعدة يعني هاد يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كتدنش راها مزيانة ولكن مع المدة كتتولي يعني عنده واحد لون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يعني نرى الفضلات كتطيح ولكن يعني الفيزق ديالهم يعني البول ديالهم اعزاكم الله كي يبقى في ديكل اسلك انتو مارشوا عليه بواحد الرشا وحقوا بالشيسة يعني هدا دور من ادوار ديال القرور القرور عود ممكن يستعملوه الناس اللي كينين في العروبيات يعني الناس اللي ما مدخنش الماء العروبيات يعني ما عندونش الماء فالروبيني كي يبدو الميه من ابر يعني بئر كي يبدوه من الماء و كي أحبه ماء و يشربوا منه الانانيب يكون هون متأكدين اننا هذا الماء يلمسوه تشربه منه الانانيب انية دورهم ولكني كي كون عندهم واحد البول ديالهم يقول لي احمر مدمم يعني سحعم وعد كيقولцев وكان عندي الانانيب ديالي في العربية والبول ديالهم احمر احمر يعني ما إلا اللون الأحمر وما كيفهمش علاشه وما ماشي ماشي مراد ماشي مراد ولكن كي يقول لك أنا وما عايشين بهالطريقة ولكن كيلاحظ أن البودية لهم مرة مرة كي يقول لي أحمر هذا السبب راجع المياه الجوفية مياه الجوفية ممكن أننا نديرو لها يعني فواح البودية كبيرة ما زالنا خمسيطره ممكن ديرو واحد الغلاقة نص غلاقة مثلا قعري شوية ديالاش ديال القلور يعني اسمه هو القلور جافيل جافيل ممكن ديرو واحد معي يلقى معي يلقى في طرو معي يلقى في يعني غلاقة في خمسيطره والكمية اللي درتوها أراها أخذ دم اللي ماشي غيمة كطروش ما فيه ماشي غالي الواحد غادي دير كاس مثلا في خمسيطره هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني ارا كتكون تهيئة داوية لاحظوا انكم اني كتشدو المياه ديال ديالكم كتكبوها أول مرة كتلقوا واحد تشنشين حنقولوا بحل شكل ديال يعني الاسبيريمي كتديروها مع الماء كتقطلع واحد تشنشين هدك تشنشين اسمو هو ذكرهو ماء مداوينو يعني كين كلور ولكن كين مواد أخرى اسمو تديرو انتو ماء ديرو معاه مع يلقى ديال ديال جافيل ديروها معاه باش يحيد هدك هدك السموم اللي كتكون في الماء اضافة انا يعني الكلور المشي المخفف يعني يعني الاتشي ناك نقولوا ااتشي الناس كي معروفين كيقولوا ااتشي كيكون واحد الليتر كيتبعب بسبعة درهمونس هدك الناس اللي عندهم يعني هذي معلومة را فيت كالينها وكان كرددها ديما باش يعني نعاون خوتي باش ما يتيحوش في واحد الفخ ديال الجرب مني كيكون شو عندكم الجربة يعني اللي السر جربة ماشي ديال الودون ماشي تتصمغ الودون لا جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر يعني كتكون من يعني القنية ديالكم طاح لها الشعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين مني نشوفو عندكم هاد الحالة هذي مباشرة تديرو نصف كاس ديال 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 زيت العود ونصف كاس ديال القرور يعني آت شي هي نفس الكيمية مني تشوفو نصف الكيمية كما كانت نصف كاس ولا معلقة معلقة ولا اي حاجة الموهم نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطوكم واحد المحلول تشدوه حل قطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة وتمسحو وقت من احسن تكون قطنة وتمسحو بيه المناطق اللي مضروبة بالجارب كنوا متأكدين اذا ارا غادي تشكروني بزيف على هاد المعلومة هدي لان الناس كيخافوا من الجارب ديال يعني تساقط الشعر نتفكروا معايا نفس الكيمية ديال الزيت العود الزيت العود الخيصة مشي الغالية ولا الحائدة ولا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كتدروها كتخلطوها مع آت شي وكتمسحو المناطق اللي مضروبين بها لمدة 30 يام نهار الرابع ان شاء الله كي يجيب الله تيسير ايدان الحلقة ديالنا سهلات كان نتاثر على الصوت ديال النقاقية ديال ديال الدجاج لانا حوقيتهم هادي باش كي باش كي وضعوا البيض يعني كيف قديروا هاد الصوت هادا اه كان اعتقد ان ان هاد الحلقة يعني راها مهمة يعني الكلور راها مهم مهم عنده فوائد بالنسبة للأرانيب بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندكم واحد الليتر ديما محطوط على جن ديما اما خدموه في الاخر في دك الولادات هما نقيوا به نسحوا به دك الولادات لانا كتكون الانتة عادو ولدت منيني دو از واحد لوقيتها دك الشعر ديالها والدم لكي كنتم ملابد ما تغسلوها دك جيها بالكلور تهي هذه نقطة مهمة يعني اي حاجة راها مهمة فيها الكلور الكلور اشكي يدير كي عقم ومعقل يعني الامراض اللي ممكن انها تصيبكم من 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 اما جراب اما يعني محويج ديال الجراتين كلها ديما يكون عندكم واحد اللي يقرو ديال الكلور ممكن تخلطوهم على المبحر هكا بشير الشاشة ولا هكا المهم انكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء ممكن ان اعتبرو كدواء يكون عندكم مع الادوية الكلور يكون عندكم مع الادوية اذا الحلقة ديالنا هي هذه كم شكراكم على التعاليق طيبة ديالكم ما تنسونا زر جام تقعونا زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة